من من القيادات السنية لديها لوبي في واشنطن؟ يعني كان هناك نوع من النشاط حسب علمي في 2016 أو 2017 للسيد خميس الخنجر كذلك جمال الضاري عند زيارات كان يجي لواشنطن كذلك السيد أسامة النجافي الحلبوسي كما نرى أنه أجر مكتب للوبي إلى في واشنطن واستخدم هذا ضده لأنه على أساس يريد التطبيع ومعرف شلون جهود غير مبرمجة وغير ممنهجة وغير معتمدة على نظرة استراتيجية وأكثرها معتمدة على نظرة شخصية ومالتهين السنة بالأشياء الإقليمية والدول الإقليمية دون الاهتمام بالرأس الأكبر وهو أمريكا طيب اللي ملاح يجيب لهم كل شيء هذا الاهتمام العربي يبدو وأنهما رايحين نعمار في طبيعة التعامل القيادات السنية كيف ستتعامل مع هذه القصة لكن على أقل تقدير أقول واشنطن ليست مع أقليم سني صح؟ واشنطن ما عدا موقف ما عدا موقف لا معه ولا ضد لأن هذا الموضوع بعيد جدا ولم يصل إلى آذان الأمريكان أصلا ولم يصل إلى آذان واشنطن حتى أكون صريحه ياك لو وصل إلى آذان واشنطن كان قلت لك وصلوا معه وموضد لكن في نفس الوقت إدارة بايدن لا تريد أن تسمح أي موضوع حاليا خارج إدارة العراق وتمشيته بشكل بس يمشيهم مع إيران لكي يرفع الموضوع السني وفيدراليتهم اللي بعضهم يريدوها لازم يصير جهد على مستوى هائل وتواجد والتزام للوصول لهذا أما شعارات بالتلفزيون ورح نسوي وواحد كاتب لي بالتويتر هاي متشي طيب خليه أكو معارضة عراقية موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية وبين الحين والآخر تظهر على أنه توصل رسالة العراقين والقوى السياسية جاءتكم مرحلة انتقالية وجاءتكم تغيير وجاءتكم شخصيات وبديل سياسي هل سهابه أكو عمق في الولايات المتحدة مع أصحاب القرار لو مجرد شوع نامي لا يوجد أي عمق سياسي لو أكو كان قلت لك وهنا ماكو شي يفوتني هنا لو أكو أتمنى لهم النجاح لأنه هذا حق دستوري ويعاملون بشكل سيء ورأينا ما هذا حصل للسيد الحلبوسي بعزل بطريقة سياسية باستخدام المحكمة بدون حق حقيقي ورأينا لكن يجب أن يتطور عقليتهم للخروج من قوقعة القوقعة الإقليمية والقوقعة العراقية إلى واشنطن ويجب أن يجون هنا أكون صريحة يا أخ نصير يجون هنا يدفعون كم فلوس حتى يأخذون الصورة يأخذ لصورتين واثنين أعضاء كونغرس يرجع بالضبط بالضبط ده أقول لك يعني هذا عندهم عقدة الصورة زين 10 ألاف اجتماع أسوي بدون صور زين ويجي كل هذا الحجة حتى يقولون راح سنتر قراهام يعني فكرة الحكومة الانتقالية والعراق انتقالي وانتقال السياسي هذا ما موجودة تماما ما موجودة نهائيا على الإطلاق لا في حملة ترمب ولا في حملة بادي تريد غير روح الانتخابات غير الحملة الانتخابية بس أطيق حجاية مهمة أخيرا الحملة الانتخابية وإلا أننا نحن في خضم قمة الحملة الانتخابية للطرفين ريبوبليكا الجمهورين والديموقناطين تطيق صورة مرآة لسياسة هذا الرئيس لا يوجد هذا الموضوع مطروح في الحملة الانتخابية أنا أجيب لك مثال في المعتمر الحزب الجمهوري في عام 2000 في شيكاغو كانت موضوع قانون تحي عراق تبنى المعتمر الحزب الجمهوري هنا مبين أنه سيصير تغيير إذا فاز بوش وفعزة من فاز بوش صار تغيير زيانا أنت ما أقول هذا الموضوع ما مطروح أنا حشيته يا هذا الرجال اسمه مسعد بولس اللي قلت لك عليه مسؤول عن حاملة ترمب مع المسلمين ما جاء بطاري هذا الموضوع لكن سألني على الكراد سألني على الكراد بشكل مطول وراد يعرف شنه موقفهم وشنه سياستهم وصرفنا أكثر وقت تكلم عن كردستان أكون صريح بك ولذلك لأنه الكراد حقيقة يعرفون بصراحة سيد انتفاض حتى بعض الدول العربية ترى حتى وبعض الدول الاتحاد الأوروبي لما تجي تقعد تتناقش وياه يقول لك أنا في كردستان عندي الاستثمار أأمن وأسرع وأقل شفافية في بغداد أنت ما عندك الشفافية